السلام عليكم ازايكم من المبارح للنهاردة الاعلام الاسرائيلي والسوشال ميديا الاسرائيلية مش بيتكلموا حوالين اليمن ولا حتى بيناقشوا موضوع لبنان حاملوا في ايه حيدرابوا لبنان ولا حتى بيتكلموا على اتفاق سلام ولا حتى بيتكلموا على جزة اللي بيحصل في جزة حاليا الجيش اسرائيلي هيعقد اتفاق سلام مع حماس وهدنة مع حماس ولا حيفضل قاعد في جزة الحقيقة السوشال ميديا الاسرائيلية والاعلام الاسرائيلي ما بينقشوش الكلام دا كله بينقشو صور طلعت من داخل سيناء حوالين قواعد سواريخ انشاءها الجيش المصري حديثا داخل سيناء يقول له قطة ده بقى تغييرك في المعادلة وده خرق الاتفاقية السلام واللي بيحصل ده ما ينفعش وكلام كتير اوي كده في نفس الوقت الاعلام الاسرائيلي بيلكز على واقع ان حماس مبارح طلعت فيديوهات وهي بتطلق صاروخ على طيارة هليكوبتر من طراز ايباتشي الجريف الموضوع ان الاعلام الاسرائيلي نفسه بيقول لك ان الطيارة دي هبطت بالفعل يعني هي نزلت مضطرة يعني مش بس كده الاعلام الاسرائيلي عمان يتكلم ايه رد اسرائيل لما الحوافين هيكسفوها هل اسرائيل تستعد بشكل معين الاكتر من كده واللي واخد انظار الاعلام الاسرائيلي كله هو زيارة بنيمينة تانيه لامريكا وهل حلطقي الرئيس الامريكي الحالي ولا يلطقي الرئيس الامريكي الصاق ولا نائبة الرئيس الامريكي كلام كتير قوي وتفاصيل مهمة جدا بس طبعا عشان اقولها لك واكشفها لك كلها لازم اقولك القصة من الاول قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي كوي جدا ومحترم جدا وهو في ذلك الحروب والتقالبات السياسية والاقتصادية وفيه ظروف اقتصادية ممكن تكون صعبة في دول كتير فيه ناس بتعمل فلوس كتير قوي فيه ناس بتطور من اعمالها وشغلها وبتفتح فروع في دول كتير بس لازم تعرف ان اكتر الدول اللي حاليا شغالها بشكل كويس جدا والاسواق بتاعتها مفتحة بشكل كبير ورجال الاعمال عاوزين يختاركوها بشكل كبير جدا هي الاسواق الكلجية خاصة السوق السعودية او السوق الاماراتية والحقيقة فيه ناس كتير بتبقى عاوزة تخش الاسواق دي او تفتح شركات هناك او فروع متبقاش عارفة قوي نتيجة ان هي مسلا ممكن ما تكونش سفرة السعودية او الامارات قبل كده او ممكن ما تكونش عندهم خبرة في تأسيس شركات هناك وهنا بيجي دور الرعي اللي معنا النهاردة بيزنس لينك بيزنس لينك هي شركة رائدة في تقديم خدمات تأسيس الاعمال التجارية في الامارات والسعودية بسجل خبرة حافل واصل لأكثر من 15 سنة اللي بيمائز بيزنس لينك بجانب الخبرة الطويلة والمعرفة انهم موجودين في مكانك لان خبراء بيزنس لينك بيمتلكوا مكاتب عمل في مصر والسعودية والهند والانجلترا ده كله بجانب مكتبهم الرئيسي اللي موجود في الامارات يعني مثلا لو انت صاحب اعمال في مصر ممكن من مكانك تأسيس شركة في السعودية او في الامارات وتحصل على رخصتك والفيزا الاستثمارية بتاعتك بدون ما تحتاج تسافر لأي مكان كل اللي عليك توصل مكتب بيزنس لينك في فرع مصر الجديدة في مساكن جيراتون وتتواصل مع كبير تأسيس الشركات محمد امين والمتواجد حالياً في مصر ده كله بالاضافة الى امكانية تأسيس الشركات في عدد من دول الكليج والولايات المتحدة وبريطانيا واللي انك راجل اعمال بيزنسمان فده يعني ان اولياتك تملي هي الارقام والانضباط وعشان كده في بيزنس لينك هي الوجهة المثالية لك لان خبراء بيزنس لينك بيلتزموا بقدر عالي من الشفافية في التعامل والانضباط التاني في كل ما يتعلق بالبيزنس والاجراءات المطلوبة وكل شيء حسيب الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل مع بيزنس لينك وتفتح شركتك في الخليج او امريكا او بريطانيا فوراً وانت قاعد في مكانك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واو مرة هتسمعه في ما يخص حرب غزة والحدود المصريين الموضوع كله ابتدى منين؟ الموضوع كله ابتدى ان كان فيه اتفاق سلام بين مصر واسرائيل اتفاق السلام ده اللي تم توقيعه لانهاء حرب اكتوبر العظيمة او حرب يوم كيبور زي ما الصهاينة بيقولوا عليها يقول لك حرب يوم كيبور كده او كده تم توقيعها اتفاق سلام والمفروض ان اتفاقية السلام دي بتنص على انسحاب الجيش الاسرائيلي من باقي سينة مقابل السلام مع مصر الجريب في الموضوع ان جه بعد كده ارئيل شارون رئيس الوزراء السهيوني بعد ما انسحب من غزة وقع اتفاق سلام جديد او اتفاقية بل حقا باتفاق السلام السابق وما ينص ان فيه حاجة اسمها محور فلاديلفي اه اسرائيل كانت تسيطر على المحور ضمن المنطقة دال العازلة بموجب اتفاقية وقعتها مع مصر عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين حتى انسحبت من غزة وسلمته للسلطة الفلسطينية عام الفين وخمسة وفي العام ذاته وقع اتفاق جديد سمح بتنصيق امني مصري اسرائيلي تنشر بموجبه مصر عددا من قوتها على جانبها من المحور لمنع عمليات التسلل والتهريب قبل ان تعلن حماس سيطرتها على المحور من الجانب الفلسطيني عام الفين وسبعة محور الفاديلفيا ده اللي هو الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة اتفاية السلام اللي تم توقعها بين مصر واسرائيل بتنص ان مصر هتوقف جنود مش كتار بس هتوقف جنود عند محور الفاديلفيا ويحق لها تأمين المحور ده ضد عمليات التهريب وضد عمليات السلل اللي ممكن تقوم بيها اي جهة فمصر هي اللي هتكون مسؤولة عن تأمين حدود قطاع غزة قال رئيسه والوزراء الاسرائيلي بنيمي نتنياهو ان الجيش الاسرائيلي سيبقى وبشكل قاطع في محور فلاديلفيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة لانه امر ضروري وله حسنات سياسية وامنية حسب قوله حيلا ان في حرب غزة اللي حصل ان جيش اسرائيلي دخل واخد محور فلاديلفيا او ان هو سيطر بشكل او باخر على محور فلاديلفيا مش هنا مشكلة دلوقتي اسرائيل مفروض بتناقش معاك نمع ممكن ينسحبه من محور فلاديلفيا مقابل اجراءات امنية وجي وفد اسرائيلي عسكري يناقش معاك الاجراءات وحنعمل ايه ومش حنعمل ايه وكلام ده كله حد هنا الكلام يبشر بش اي مشكلة بس لازم تعرف هما بيناقشوا معاك الموضوع ده كله هما قلقنين جدا من رد الفعل المصري ليه؟ لان هما خدوا الفعل واكيد في رد الفعل لكل فعل اللي رد فعل هما قلقنين من رد الفعل المصري حتى الان هي اسرائيل مسيطرة على قطاع غزة بحلو بمروا هما مسيطرين على التعجز وعملين يرقبوا كوفا وعندهم حالة عدم اتمئنان كده للتحركات اللي ممكن يقوم بيها الجيش المصري داخل سيناء مقابل ان اسرائيل سيطرت حتى لبعض الوقت على محوى الفدل طب ليه الالق ده؟ الالق ده نابع ان المصريين حذروا اكتر من مرة بلاش تيجي ناحية محوى الفدل نقلت وسائل اعلام المصرية عن مصدر رفيع نفيه صحة ما تردد من تقارير عن وجود اتفاقات او تفاهمات مصرية مع اسرائيل بشأن محور فيلاديلفيا وذكر المصدر ان مصر اكدت مجددا تمسكها بحتمية الانسحاب الاسرائيلي الكامل من محور فيلاديلفيا لافتا الى ان كافة الادعاءات بشأن محور فيلاديلفيا تأتي في طار سعي الطرف الاسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة فاي اللي حصل اللي حصل من المبارح النهاردة ان طلعت صور لسينة وان في قاعدة سواريخ جديدة بناها الجيش المصري في سينة الحقيقة ما تمش الكشف فين القاعدة دي هل هي قريبة من حدود الاسرائيلية ولا بعيدة هل هي في منطقة الف ولا منطقة به ولا منطقة جيم ولا فين بالزبط يعني فين فين القاعدة دي ما قالوش طب ايه التفاصيل بيقولك والله يخد بالك من الصور اللي طلعها دي هتلاقي ان فيه قواعد سواريخ معمولة تحت الارض مش فوق الارض معمولة تحت الارض طيب هل بيتوقعوا ان دي قواعد سواريخ لسواريخ عادية لا هم مش بيتكلموا فقط على سواريخ هم بيتكلموا على منظومات دفع جوي وبتكلموا على منظومة معقدة بيتم انشاءها تحت الارض من قبل الجيش المصري في سينة سينة خب بالك بس طيب ايه التوقع او التحليل للصور دي بيقولوا والله هي ان الصواريخ اللي موجودة في القاعدة دي بالذات موجود فيها صواريخ سقط بي ايه صواريخ سقط بي بقى بص فاسي صواريخ سقط دي صواريخ قديمة جدا من الخمسينات شوفت دايه من الخمسينات اللي عملها لتاعة السوبيتتي على غرار منظومات الصواريخ النازية اللي هي صواريخ الفي تو بتاعت النازيين اللي كان بيطلقوها بس طبعا الروس لما اخدوا جزء من ألمانيا ويسيطروا على برلين عارفوا ان هما ينقلوا تكنولوجيا ويخترعوا سواريخ وحاجات زي كده ففي الكمسينات قدر الروس ان هما يخترعوا منظومات سواريخ اسمها الار الافن ماشي هما سموها كده اول نسخة كان اسمها الار الافن بعد كده قال لك والله في الار اه 12 والار 13 لحد ما وصلنا الار 17 الار 17 الناتو بيطلق عليه سكاد بي نصف دي سواريخ متوسط المدى المدى بتاعها 300 كيلو متر امشي بس معي انت انا عارف بتفكر فيه تقولي دي سواريخ يعني عافى عليها الزمن وكان ده بس امشي بس معي السواريخ دي المدى بتاعها 300 كيلو متر والرأس الحربي بتاعها 1000 كيلو جرام رأس حربي تقيل مين اول من اطلق السواريخ دي اول من اطلق السواريخ دي هم مصريين في حرب اكتوبر اطلقوا 3 سواريخ في الحرب دي على الجيش الصهيوني اول مرة كان يتم استخدام النوعية دي من السواريخ داخل الحروب وبعد كده السواريخ دي بتاعي تنتشر بشكل كبير السواريخ دي ميزتها انها سيمبل بسيطة نفهاش تكنولوجيا معقدة اجاند وسهل جدا تصنعها ايه الميزة التانية في السواريخ الميزة التانية في السواريخ انها قادرة عن نقل، يعني دي ممكن تتنقل على العربيات, عفكرة ليها عربيات بيتم اطلق منها, ممكن حتى يتم اطلقها من الكطارات ممكن تعمل قطار او من الساكر الحيادية ممكن تطلق سواريخ سكوت دي ميزة سواريخ سكوت انها ممكن يتم منقلها ماشي لحد هنا الكلام يمشي هتيجي تقول لي احنا بنستخدم سواريخ في الجيش المصري من ايام الحجبة السوفيتية بلاش الحجبة السوفيتية احنا بنستخدم سواريخ في الجيش المصري من ايام حرب اكتوبر احنا ما طورناش ده روسيا نفسها طورت سواريخ بتاعتها احنا مش عارفين نطور لأ ما هو القصة بقى بيتكلمه في ايه بيتكلمه ان السواريخ ادخلت القاعدة دي هي سكوت بي بس هي الجيش المصري يطورها بشكل كبير جدا من حيث دقة الاستهداف لان كان ابرز عيوب سكوت بيه هو الدقة فبيتكلموا ان في نظام توجيه ونظام دقة جديد اضافوا الجيش المصري على السوريخ دي مش بس كده بيتكلموا ان السوريخ دي باعداد كبيرة مش اعداد صغيرة وهنا النقطة خطيرة ليه النقطة خطيرة لان خلي بالك اسرائيل عندها اقوى منظومات دفاع جوي موجودة في شرط الاوسط كل ماشي معمولة على هيئة ليرز او طبقات نظام القبة الحددية مقلع داود والكلام دا كله لحد ما يأمن سماء اسرائيل مشكلة اسرائيل في الوفرولمينج او التشبع ان يتم اطلاق عدد ضخم جدا من السوريخ في نفس الوقت هنا الدفاعات الجوية حيتم تحييدها وده وفقا لمحلين امريكان فدرورة اسرائيل قلقانة من العدد ومن السوريخ الموجودة دي وقلقانة جدا من القاعدة دي وتم الكشف على ان القاعدة دي متطورة يعني هي مش معمولة قاعدة قديمة على قديمه لا متطورة اخطر ما فيها انها تحت الارض ومؤمنة تأمين قوي جدا هل دي اول مرة الاعلام الاسرائيلي او السوشيال ميديا الاسرائيلية يتكلموا على حاجة زي كده بص من بداية حرب غزة والصهاينة كل شوية ينزلوا تقارير حوالين تصريحات لقادة مصريين حوالين تصريحات ان مصر والله والجيش المصري بيعزز من قدراته او بيتور من قدراته مركزين معاك تركيز غير طبيعي ودي مش دولة بتواجه حرب داخلية وخارجية المفروض تركز في حدودها مشتعلة لأ هم مركزين معاك برضو وقاعدين بصين في كل حاجة وده امر يوريك قد ايه هم خايفين منك لازم تبقى عارف كده كويس قد ايه هم خايفين منك اقوى جبهة ما تفتحتش تجاه اسرائيل هي جبهة الجيش المصري لان ده جيش منظم وجيش قوي ده مش جيش عادي واقل ما فيها سيدي هو الجيش الوحيد اللي هزم اسرائيل ماشي كده فدي امور يجب ان انت تقف عندها بشكل كبير جدا السوشيال ميديا الاسرائيلية عمالة تتداول الصور دي بشكل كبير قوي ودي صور الظاهر كده تم التقاطها بالامار الصناعية دي واقع الواقع التانية فيما يخص لبنان النهاردة تلعت جريدة اسمها نيويورك تايمس نيويورك تايمس تقول لك فيه مفاوضات بين حزب الله واسرائيل بشكل جير مباشر انا معرفش بقى بشكل جير مباشر ده مين يدخل فيها هل فرنسا هل امريكا مقالوش بس هما بيقولوا ان المفاوضات دي شغالة بشكل كويس والكلام على ايه الكلام لو تمت صفقة بين اسرائيل وحماس بمجابه ان تبدأ المفاوضات حوالين انسحاب قادة حزب الله لخلف نهر الليطاني بايشة ويستغلوا الصفقة دي لانهاء الحرب وتهدقة التوترات وان جابة حزب الله تخرج من صراعات مختلفة يعني ايه من صراعات مختلفة يعني خد بالك ان دلوقتي اسرائيل ضربت ميناء الحديدة في اليمن التبع الحوثيين وده ملف بعيد عن ملف حماس يعني دلوقتي الحوثيين حاوثين ينطقموا واسرائيل ممكن تنتقم هي كمان وتبتدي ايه حرب مختلفة عن صراع حماس دلوقتي او صراع جز فممكن حتى لقوا حرب جزة دي وقفت الصراع بتاع الحوثيين ده يستمر دلوقتي اسرائيل بتقول لحزب الله لا ملكش تدعوه بالكلام ده كله احنا لو وقعنا اتفاق مع حماس نوقف كل حاجة بقى لحوثيين ولا اي حاجة احنا نخرج برا الصراع ونتفق انا وانت ان انت ترجع خلف نهر الليطاني هل ده ينفع؟ مش هينفع يعني بص الكلام ده كله نقرناك كزمار وحزب الله قال لك انا مش هرجع خلف النهر الليطاني سواء بقى في اتفاق مع حماس وفيش اتفاق مع حماس اتفاق مع حماس هيوقف لك اطلاق الصواريخ وحيوقف الاشتباك انما حزب الله يسيب الجنوب اللبناني ده امر حيبق صعب جده فنيويوك تامز بتقول لك والله في مفاوضات والدنيا ممكن تكون وردي وعاوزين يبتدوا اه المفاوضات دي بشكل مكسف في الكلام ده ده لو في صفقة اصلا وحقول لك انا في القصة دي فده امر الامر الاخر اسرائيل حاليا بتستعد بشكل كبير جدا لهجمات الحوثيين اللي ما تمتش لحد دلوقتي يا عبد المالك الحوثي طلع اتكلم المتحدث باسم الحوثيين طلع اتكلم بس على الارض الحوثيين ما ردوش بشكل سريع زي ما اتضرب بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول الى العمق ان القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية النوعية تؤكد امتلاكها بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الاهداف العسكرية والامنية الحساسة وستنضي بعون الله تعالى في ضرب تلك الاهداف ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بيحجي اخوارنا في جطاع غزة يعني خد بالك ان الحوثيين قبل كده هم اطلقوا مصير على تل قبيب في اسرائيل معدتش 36 ساعة وقامت ضربة من اقل الحوثيين صحيح ردوا بساروخ تم اطلاقه على اسرائيل واسرائيل اعترضته بس الهجوم الاساسي الحوثيين بيعدوا بيه لحد دلوقتي ما حصلش فاسرائيل بتستعد ازاي اسرائيل بتستعد انها بتشوف بنك اهداف او بتنشئ بنك اهداف يعني هي بنك اهداف يعني بتحاول توصل بمعلومات استخباراتية لاهداف محتملة لو الحوثيين ضربوها هي ترجع تضرب الاهداف دي داخل اليمن ده اللي بيعمله الجيش الاسرائيلي حاليا وهو عمال يرائب اليمن بشكل او باخر عشان ينشئ بنك الاهداف ده ده حكا الجانب الاخر هل في صفقة بين اسرائيل وحماس الحياة الامر لحد دلوقتي معلق برغم ان نتنياهو قبل ما يسافر قال ان هو حيودي وفدل الضوحة للتفاوض مع حماس من جديد حوالين صفقة الا ان هو بالزبط كده حط شروط صعب جدا تنفذها وبيتكلم ان الفلسطينيين ميرجعوش بقى لشمال قطاع غزة ويقفوا بقى عند ممر نتسارين ممر نتسارين ده اللي بيقطع قطاع غزة بالعرض كده مقسمها لشمال وجنوب فقالك المسلحين الفلسطينيين ميرجعوش لشمال قطاع غزة ما معناه ان هم يهضلوا في الجنوب وده امر صعب جدا ليه لان هو مش بيتكلم على مسلحين هو بيتكلم على مدنيين هو اسما مسلحين بس مدنيين مش هرجعوش زائد ان اسرائيل عمالة كل يوم ترتكب مجازر وتقصف وتصف الفلسطينيين محاش بالتكلم مجمال احنا دخلين على تسعة وتلاتين الف شهيد فلسطيني وقرابة مئة وعشرين الف فلسطيني مصاب امر بطير جدا مجزرة بس اللي جريب في الموضوع اللي حصل في غزة مبارح حاجة جريبة جدا مبارح حماس طلعت فيديو ومقاتل من عندها بيحاول ان هو يسقط طيارة هليكوبتر من طراز اباتشي بمنظومات استريلا استريلا دي اللي هي منظومات بتشتغل على الكتف مضادة للطيارات ناشي الناس بتقول لك والله استريلا الناس بتقول لك عيارات تانية بس في الاخر حماس كان بتحاول تسقط طيارة هليكوبتر اباتشي لاول مرة الاقي موقع بيتكلم من مواقع الاسرائيلية بيتكلم ويقولك على فكرة الطيارة هبطت بالفعل هم بيتكلموا ان الطيارة سليمة مفاش حاجة والناس دي عايشة زي الفل والطيارة نزلت زي الفل بس لو الطيارة دي سليمة نزلت ليه الطرارين يعني الطرارة تنزل ليه فالكلام ده التقرير مش مزبوط التقرير بيكلمك ان الطيارة يعني عملت صيانة نزلت تعمل صيانة كلام هاقص الطيارة تضربت والاعلام الاسرائيلي بيعترف بشكل جيد مباشر ان الطيارة تضربت فده تحول جير طبيعي ليه؟ كمان انت بتتكلم ان الحرب مش هجالة بقالها عشر تشر عشر تشر وحماس النهارة ده بتسكي الطيارات يعني ده امر خطيف جدا تاني حاجة لو المحاولة دي نجحة هتلاقي حماس تتجربها كذا مرة يعني قبل كده لما كانت بتفشل وما كانش ليها صدق علامي كنوش بتكلمه انها مرة دي هتتتكلم في تطور اخر ان اسرائيل ما ينفعش طيار هليكوبتر ويوم ما الطير هليكوبتر فوق قطاع غزة اصبح جير امن ان الطيرين يعودوا فده تطور كبير كده اخيرا وليس اخيرا نخش بقى على الملف المهم زيارة نتانياهو لامريكا خد بالك ان نتانياهو وصل مبارح امريكا وعاوزك تشوف الفيديو كده مين اللي بيستقبل نتانياهو لما وصل امريكا زي ما حركة تشوف كده بزرط مين اللي بيستقبل نتانياهو لا جو بايدن استقبل نتانياهو ولا كمالا هارس استقبل نتانياهو ولا انتوني بلينكن ولا جيك سوليفن ولا مسؤول رفيع من مستوى استقبل نتانياهو خالص ليه؟ لان البيت لابيت حاليا كله مشهور حتى لو رئيس الوزراء الاسرائيلي جاي بس البيت لابيت كله على بعضه مشهور كمالا هارس عارس ترشح رئاسة رئيس امريكي لحد الوقت ما زهرش وعلى فكرة الاعلام الامريكي بيقول لك يعني احنا عاوزين دليل الراجل عايش يتكلف حاجة تانية خالق قال لك جو بايدن من ساعة ما راح ولاية دي لاور ما زهرتلوش ولا صورة ممكن عشان محتجز او معزول في بيته بس الاعلام الاسرائيلي شبه كده ان فيه دغوض جمهورية عشان يحاول يوصله ان بايدن ممكن ما يكونش عايش اصلا روايات انا مش مصدقها يعني فعيني زي انا مش معا من موضوع ده كله بس هو الجمهورين بيحاولوا يقولوا حاجات زي كده ان جو بايدن يعني مش عايش بس الجريب ان فيه خبر قال وفقا لجريدة فوليتيكو ان جو بايدن بدل ما هيقابل نتانياهو يوم الثلاثة هيقابلوا يوم الخميس والاثنين هيعودوا مع بعض يلتقي يوم الخميس ده بعد بكرة في محاولة لعودة جو بايدن تاين طيب نتانياهو حقق ايه من زيارته لامريكا الحقيقة نتانياهو حقق اللي هو عاوزه بشكله باخر ليه؟ اولا تانياهو جاي عشان يبان قصاد العالم ان هو بيعرف يزور دول والراجل مش مجرم ولا حاجة والراجل رايح يتكلم قصاد مجلس نواب امريكا في حين ان الجنائية الدولية هتصدر عليه امر اعتقال وحكمة العدلة الدولية كمان هتصدر اوامر باجرام الجيش الاسرائيلي فالراجل ده جاي عشان يستحض ده اولا يعني حاجة جاي اكسل غسيل يعني خد بالك ان تانياهو كلها بيجي ببيت البيض او بيجي امريكا بياخد غسيل معاه عشان بيتجسل ببلاش وانا مش هوطل اقول المعلومة دي عشان انت عارف قديه الراجل ده طالب حاجة بس انت عارف ان هو حيزور ابنه يعني ابنه اكيب حيقاب نتانياهو ماينفعش ابوه يبقى موجود في امريكا وابنه هربام في امريكا ومايتقابلوش فالراجل جاي رابع حاجة جاي يودع جو بايدن بس خد بالك ان نتانياهو مش من مصلحته ان جو بايدن يفضل موجود جو بايدن مع حل الدولتين برغم ان هو الراجل تلقى عليك انا صهيوني ومع اسرائيل وانا اكتر واحد قدمت اسرائيل وكامدة كله بس نتانياهو مش معجب بجو بايدن هو معجب دونالد ترامب بمناسبة على حسب برضو صحيفي بوليتكو نتانياهو بيحاول يتواصل مع دونالد ترامب عاوز يقابله بايشة لحد دلوقتي وده غريب بالنسبة لي ان دونالد ترامب موافقش على يعني مقابلة نتانياهو قبل ما يقولك خطاب في الكونغرس الامريك لحد دلوقتي موافقش على حاجة زي كده بس نتانياهو حيموت ويبوس القادي عشان يقابل دونالد ترامب بس على الجانب الاخر خد بالك ان نتانياهو مبسوط جدا بلي بيحصل في امريكا ده ليه لقطة ان هو وصل مفيش مسؤولة رفيع من مستوى قبله ويه واضح جدا الامريكان مشهولين ده بيدي له وقت عشان ما يعقدش صفقة للسلام ده اولا تاني حاجة ممكن ان يفضل يضيع وقت على قد ما يقدر لحد ما يشوف مين الرئيس الامريكي القادر نتانياهو مش من مصلحته كامال هارستيجي خالص ليه هو مش عاوز نفس السياسة دي كم اللي هي سياسة جو بايدن مش عاجبها بيوقف له مثلا شحنة مش عاجبه الكلام ده كل وشايف ان السياسة دي متخبطة والراجل عاوز يرسى عاوز يرسى ان دونالد ترامب يجي لان دونالد ترامب لو جيه هيدرب ايران او ده اللي فاكره نتانياهو او دي رؤية نتانياهو فنتانياهو شايف ان هو بينتصر وان هو بيبين لشعبه اللي هو الشعب السهيوني بيبين له انا وبقربش العلاقات مع امريكا ولا حاجة دي دي موجودة او في امريكا وكل الناس اللي عمالة تقولك ان انا بخرب العلاقات وبانتقد الرئيس الامريكي وباشتم البيت الابيض كان ده كله خاطئ انا موجود في امريكا دلوقتي وبسلم على الامريكان وعلى فكرة هو التقم برح بعائلات الاسرة الامريكان وقال لهم انسب حل لموضوع عودة الاسرة دول حل عسكري انما احنا نعقد صفقة وكلام ده كله مش هرجعه احنا لازم حل عسكري لحد ما الاسرة دول يفتصل بس يعني احنا لازم حل عسكري اللي انا عاوز اقوله في النهاية الصهاينة اعدقنا وحيفضلوا طول عمرهم اعدقنا ولازم تعرف ان هم بيتعاملوا على هذا الاساس معانا الناس دي بتتعامل معانا مش ان احنا في بيننا اتفاية السلام امان في نفس الوقت احنا كلنا من اصغر واحد لأكبر واحد كلنا عندنا نفس الشعور الصهاينة اعدقنا الازاليين وكل مناورات الجيش المصري ايمة على مواجهة الجيش الصهيوني مش ايمة على مواجهة اي جيش تاني خالص وده امر يجب الوقوف في الاخر يا رب بكونش راحت حلويا كما دعبش راكنه مبسط ويا رب بنصور مصر رب بنصور العرب ويا رب بنصور فلسطين يا رب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة